الشريعة الإسلامية شعارة للسيلاك الإعلامي وفقهاء التنوير الناس اللي عندهم رغبة في الإصلاح يعني من داخل المؤسسة الدينية وعندهم رغبة في الإصلاح يقول يا جماعة لابد نحن نرى ونعيد النظر نحن في 2021 لسنا بحاجة اسمها فتوى مااش محتاجين نقولوا حاجة اسمها الرأي ملزمة وغير ملزمة الرأي نحن مفروض حتى الشريعة نخضوها بمعناها اللغوي يعني الطريق الطريق إلى الله الشريعة فهو كل حد يعني لديه طريقة خاصة يعني شيء خاص جدا بين الإنسان وبين الله وبين ربه مفروض الأمور تكون في هذا الإطار الفردي عظم الناس اللي يتكلموا من داخل المؤسسة الدينية ومش بغير الصديق الغرياني رأوا اللي يحكي عظم عندهم أفكار بهذا الشكل يقولوا الشريعة نخضوها بمعناها اللغوي الذي يعني الطريقة وكل حد يعني الطريق إلى الله مفتوحة مجيش الصديق الغرياني والله جماعة الأوقاف يجيو حد دوننا يقولنا أول شيء لبيين نحن عندنا الحقيقة المطلقة ونحن عندنا الطريق الصحيح والوحيد إلى الله عندنا طريق واحد فقط تمشوا فيه هذا أيضا لابد من إعادة النظر فيها عشان ما يبدوش مستمرين يضغطوا عن الناس والراجل طالع يقول لك كفر مخرج من الملة مفروض الأمم المتحدة تتعامل بجدية مع هذه الفيديوهات الراجل رضي يقول لك الأمم المتحدة أساسا هو مش مغتنع بقصة الأمم المتحدة ويقول لك الدول اللي موجودة فيها ونظرية المؤامرة ويبدو يهدم الإسلام لابد أن كوبتش ينتبه أن في عندنا واحد يفتي وقال لك التوقيع بقرار مجلس الأمني طبعا مجلس الأمني اللي على تنفيذ الأمم المتحدة القرار 13-25 قال لك وسيداو التوقيع عليهم يعتبر كفر مخرج من الملة على كوبتش وفريق أنه هو يسمع الكلام هذا